السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورس الازد خمسمية. النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي اه نشتغل على او الوصول المشروط. الحقيقة الموضوع الوصول المشروط موضوع كبير جدا ومتشعب جدا ومهم جدا جدا جدا. حضرتك طالما اه حاجت تشتغل على اه فلازم تفهم الموضوع ده لانك هتستخدمه كتير وهتتسئل في كتير في اي موابة شخصية ولازم ان انت هتتطرق ليه في حياتك العملية كتير جدا. ليه بقى? لانه الوصول المشروط هو اداة قوية جدا من ادوات تأمين البيانات واليوزرات والابليكيشن والمعلومات. حضرتك لو فهمته وتمكنت منه هتقدر بكل سهولة ان انت تستخدم الشروط اللي توحلك لحصول على نسبة امان تقريبا كده يعني مقاربة لمية في المية. علشان كده احنا هنحاول نبسط المعلومات ونحاول نشتغل على اكتر من سناريو. طيب ايه هو هو عبارة عن اه شروط حضرتك بتستخدمها علشان تمنح بيها حق الوصول او حتى تمنع الناس من ان هي توصل لاي ريسورس عندك. تمام كده? ده باختصار شديد جدا. طيب. خلينا نقول خلينا نقول ان هناك يوزر ما او مستخدم ما حابب يحصل على خدمة من خلال البورتال. فانت اليوزر ده باي ديفولت هيدخل بتاعته اليوزر نيم والباسورد وبعد كده البورتال هتتفتح او الابليكيشن هيتفتح ويبدأ اشتغل عليه. تمام كده? ده الوضع الطبيعي. طيب لو كان اليوزر ده بقى جاي لك من معين انت مش حابب يدخل من خلاله. بمعنى في او ما او ما اطلب منك تسك كده ان اي واحد دخلك من جهاز ويندوز تمنعه. والله في ناس كده شايفة انه من نوع ويندوز اه يعني مليان سقرات مليان مخاطر تهديات اتواجها. تمام? فاي حد السياسة كده بتقول اي حد جيني من عليه ممنوع يدخل. خلاص? فدي الشرط ده هيتحقق ازاي? هيتحقق باستخدام طيب سيناريو تاني. لو عندي سيربس انا ما عمل لها كده وانا شارتها للناس علشان اه تحصل عليها. وجيني في اللي بيدهوني اللي احنا تكلمنا عليه. جيني كده في بشكل دوري انه الناس اللي بتدخل من كندا دايما بيدخلوا محملين بالمخاطر والتحديدات. يعني دايما كده بيبقوا خلاص? فانت علشان اه تحقق اعلى نسبة امان فانت مطلوب منك او انت تمنع اي حد جاي من كندا. خلاص? فدي هتعملها ازاي? هتعملها بالكويت ناشينام اكسس. طيب سيناريو تالت. اه عندي مسلا اه اشتراك اوفيس اه وحابب ان اللي يطلع ياخد الخدمة منه يعني اللي حابب يروح مسلا للافيس اونلاين اه يدخل البريد بتاعه ويشتغل على ملف اكسل او 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 تمام يحصل على اي خدمة من خلال حابب ان هو اه يتطبق عليه مسلا اللي هي او 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 حابب ان هو بتاعته او حابب ان هو يدخل من جهاز بس اي جهاز بعد كده بقى حابب يدخل من البيت من جهاز صديقه ومش ما نعارف ايه خلاص الخدمة دي بالنسبة فدي هتعملها ازاي برضو هتعملها من خلال الحقيقة السيناريات كتير جدا تمام برضو فيه سيناريات مهم ممكن ان احنا نتكلم عليه ان انت في شركتك اه عندك دومين فبالتالي عندك نتورك وديفايز بقى موصولة بالاي بي الخاص بالنتورك بتاعتك ديت فالاي بي بتاعك معروف يبدأ من كزا بانتي من كزا فبرضو جات لك انه ممنوع منعا باتا اي حد من خارج الشركة يدخل يحصل على الخدمة الفلانية فبالتالي اي حد جايني من بره من شركة تانية من بيته من الشارع من الكافي ممنوع يدخل فهتي هتعملها ازاي برضو هتعملها بالكونديشنال اكسيس علشان كده يا شباب بستسمحكم انه تركزوا في الفيديوهات اللي جاية ديت لانه هيبقى ان شاء الله كل فيديو هناخد سيناريو معين اه وصولا لدرجة الفهم اللي تؤهلك بعد كده ان انت تدخل تشتغل لو اطلب منك اي تاسك تمام كده فبطلب من الجميع لو سمحتوا نركز مع بعض في الداي اللي جاية ديته علشان اشتغل على الكونديشنال اكسيس انا بروح فين بروح اه سريعا كده للبورتل بتاعتي ومنها بختار الاكتل داريكتري ومن الاكتل داريكتري بروح على التابة الخاصة بالسيكوريتي في السيكوريتي هلاقي اه يعني الشريط عليه اكتر من سيربس كده بشتغل عليها او طول انا يهمني منها الكونديشن اكسيس واللي هنتكلم عليها المهاردة طيب هنا هيطلع لي الصفحة الخاصة بالكونديشنال اكسيس او بالوصول المشروط هلاحز انه ما فيش اي بروسي انا عملها تمام فعلشان كده هنطبق اول بروسي عليها خلينا نقول انه السيناريو اللي احنا ذكرنا من شوية والله حابب امنع يوزر معين ان يجيلي من ويندوز خلاص ادي السيناريو تعالوا نشتغل عليه هقول له هنا انا حابب اعمل لك نيو بوليسي طيب سميلي يا سيدي البوليسي والله الويندوز ديفايز طيب انا همنع الويندوز ديفايز ده مش عايز ويندوز خلاص تمام يعني مش عايز اي حد جين من من جهاز ويندوز يحصل على اي خدمة حلو يا سميت هنا اللي حضرتك داخل تعملها هتطبقها على مين فهقول له لو فتحناك كده هيبدأ يسألني هتطبقها على مين هتطبقها على مين هتطبقها على كل اليوزرات اللي عندك ولا مش هتطبقها على حد ولا هتسليكت يوزر معين او جروب معين طبعا المعلومات واضحة جدا ما فيهاش اي مشكلة فهقول له والله لأ انا هتطبقها على معين انا يعني مش حابب ان انا هتطبقها على طيب هنا لازم اختار اليوزر اللي انا هتطبقها عليه فهنا هيبدأ يقول لي ايه طيب كل الجسد والاكسترن اليوزر يعني الزوار اللي جايل لك اللي هم مش مين مردوبين عندك والجسد الاكسترن اليوزر طبعا الكلام ده احنا قلناك كتير وعرفنا اي هو الاكسترن اليوزر تمام ولا هتطبقها على اللي هي الرولات اللي هو مسلا السيكوريتي ادمستريتور ده رول اللي مش عارف يعني احنا لو رحنا كده مسلا هيبدأ طبعا لي جميع الرولات يعني مسلا والله انا حابب انه جميع هي ديت اللي تطبق عليها البوليس ديت او 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 اعفو ان تلتمية خمسين وهكذا تمام فهنا انا بختار ايه بختار الرول هتطبقها على رول معين اي حد بقى زيد عبيد واخد الرول ديت هتطبق عليه فهنا طبعا الخيار ده مش هينفعني انا اللي هينفعني اليوزر والكروب علشان ابدأ سلكت يوزر معين او مجموعة من الوزرات او جروب في وزرات ابدأ اطبع عليها البوليس والله اختار احمد وهقول له ايه اوكي متعابين والله معنا احمد انا معلش فهيدي اول خطوة انا دخلت علشان احدد انا عاوس اعمل ايه انا محتاج اعمل ايه بحتاج اقفل اه على احمد في حالة انه جايني من اين من ديفايس عليه اوبريك سيستم ويندوز تماما طيب هنا بقى هو احمد ده لما يجيني طالب ايه يعني لما يجيني اكسز ايه بالزبط فهقف كده على الكنديشن التاني وهقول له اي حاجة في يعني رايح بقى رايح رايح يعدل ملفه الشخصي رايح مش عارف رايح رايح مش عارف يروح فين اي حاجة اقفل عليه ولا هسلكت والله يخلينا نسلكت اه اي سيربز على البورتل مثلا اللي هي اه هنلاحظ هنا ان كل ديت كل ديت اه مش عارف اه اه او اكس اه او اتلوك روب سكاي فور بيزنس واندوز مش عارف ايه اللي هو يعني فهقول له لا انا هنا انا هنا احمد ده اللي انا اخترته لو جاني علشان يدخل البورتل او يحصل على اي خدمة على البورتل هي ديت اللي انا محتاجة طيب هسلكت هنا هنا هيطلع للمساني بقول لي ايه وتقفل على نفسك لان انت كده كده دونت لوك انت ممكن تبقى آآ تنسى نفسك وتقفل على يعني انت لو اخترنا هنا في الخطوة اللي سابقة وجيت انت بعد كده تدخل البورتل مش هيسمح لك لو انت عامل آآ يعني لو عامل او عامل من نوع آآ مفهوم اعتقد صح تماما فهينا اقول له لأ خلاص انا انا فاهم ما اللي بعمل ايه طيب الشرط بقى الشرط احنا كده قلنا احمد ده لو جاي يدخل البورتل ايه اللي ايه اللي يحصل لو جاي يدخل هنا هيطلع لي بقى الست شروط بالست مخاطر اللي احنا اتكلمنا عليهم هنا احمد ده في حالة ايه هل هو لو قلت له لو قلت له لو قلت له اليوزر رزك هل هو سبق سبق انه تعرض لرزك من نوع لو او ميديم او هاي ده اللي كنت بكلمكم عليها الفيديو اللي فات ده الرزك اللي بتعرض له اليوزر ده في حالة ان اليوزر تعرض سجله كده لخطر وتسجل عليه ايفنت رزك الكونديشن ده هيشتغل ولا اسيبها كده نوت كونفيجور فهنخليها نوت كونفيجور تمام طيب الصينين رزك نفس اللي فوق نفس اللي فوق اليوزر رزك ده خطر وتكلمنا عليه وشرحناه باستفادة والصينين رزك ده برضو خطر وتكلمنا عليه شرحناه باستفادة برضو هيقول لي هل هل هتكنترول الاكسس ده بناء على الخطر المصاحب لعملية الصينين يعني لو اكتشفت ان هو جايني من منطقة غير متعرف عليها او من غير متعرف عليه او اه مش عارف من دومين والحاجات اللي احنا تكلمنا عليها ديت اشتغل اشتغل لو اكتشفت علي الحاجات ديت ولا لا فاقوله والله ايه خليها دلوقتي مش هنعمل لها تمام طيب ادفايس هنا بقى هو ده مربط الفرس وهو ده اللي انا هتمكن من خلاله ان انا طبق عليه الشرط تمام اكتشفنا ايه بقى دلوقتي اكتشفنا ان الشروط ديت انت ممكن تستخدمها كلها وممكن تستخدم شرط واحد خلاص فبالتالي انت ممكن تكريد ميت شرط وتعمل ميت بوليسي كل بوليسي فيهم بحاجة مختلفة تمام هقوله ايوه هي دي اللي انا عاوز اكون فيجور لها هنا هنا بيسألني اني ديفايس لا يا عمي مش اني ديفايس ده لو جاني من ويندوز بس الشرط ده يشتغل فهقوله ايه ضد بقى الشروط بقى الشروط مش هعمل لها كونفيجور ليه انا مش محتاج منها حاجة خلاص هناخدها في سناريه التالية طيب هكمل هنا طيب الاكسس كنترول بقى الاكسس كنترول والله انا هبلوك هقفل عليه خلاص انا كده مش محتاج اي حاجة اللي محتاجه وعملته عملتي ايه البوليس اللي هامش عليها والله همع اليوزر اللي اسمه احمد ده من الدخول على البورتل في حالة انه جاي من جهاز ويندوز خلاص اخترتها اخترت الشروط اللي تتيح ليه اني اعمل كده وبعد كده هقول له انيبو البوليسي كده تقول لي انه هو لا اسمح له يدخل بس اسجلها لي اه في الريبورت علشان اشوفه وتقول لي انه هو احمد ده دخل ومن جهاز ويندوز تمام? انما الان معروفة انه البوليسي لا هتتطبق عليه بقى وتمنعه في حالة ان انا قلت له هنا واقول له هيخدها مني هيطبقها. كده ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم يا شباب? اليوزر اللي اسمه احمد لو جا من جهاز ويندوز اقفل عليه. ما تدخلوش. خلاص? تمام. تعالوا بنجرب. تعالوا كده بقى نجرب. هنفتح تاني كده. عشان ندخل دي اسمه احمد. هقول له اصمحت واديني البورتل. هيبدأ يسألني انت مين? هقول له انا احمد. فهيقول لي اوكي دخل البصورد بتاعك. هقول له ايه دي البصورد بتاعي. ركزوا في اللي هيحصل دلوقتي حالا. شايفين عني ايه? ليه بقى? هنا هتلاقي شرحلك اصلا بيقول لك ان انت عملية تسكيل دخولك ساكسسفلي. يعني بيقول لك. يعني انت عملية تسكيل دخولك ما فيهاش اي مشكلة خالص على اطلاق اليوزر نيمل بصورد. رائعين جدا ومضبوطين جدا. ولكن بقى ممكن يكون الادمن قافل عليك اه او حضط لك كده منعك يعمل حاجة. فبالتالي ارجع بقى للادمن حل المشكلة دي انت هو. خلاص كده يا شباب. يبقى كده قدرنا ان احنا نستخدم ومنعنا بيها جاي من بلاتفورم في ما يتعلق بالديفايز معينة. السؤال هنا بقى هل لو نفس اليوزر نفس اليوزر ده دخل من تاني. هيدخل. هقول لك يعني خلينا نجرب كده سريعا. ونروح اه على اه. على الموبايل مسلا اللي هو اندرويد. ونشوف. احنا وقفين كده على على يعني قبل ما نعمل تسجيل دخول بنفس اليوزر اللي احنا طبقنا عليه. وهقول له لو سمحت هنعاوز ادخل. هيبدأ يقول لي انت البسورد بتاعتك ايه? فهقول له ادي البسورد بتاعته ايه? دخلني لو سمحت. هيبدأ يسألني اقول له لأ. فهيبدأ يقول لي اهلا وسهلا ما فيش اي مشاكل على الاطلاق لانه ما فيش شرط بيقول ان الوزر ده لما يجيني من او لينكس او ماك اني يمنعه. الشرط بيقول ان هو لما يجيني من يتم منعه. بكده نكون خدنا او خدنا هنت او فكرة عنها. وان شاء الله الفيديوهات القادمة هنبقى اه ناخد اه امسلة تانية او سيناليها التانية. وصولا ان شاء الله انه حضرتك يبقى عندك الحد الادنى من المعلومات اللي توحيي لك بعد كده ان انت اي تسجل مطلوبة منك او تطلب منك ان انت تؤديها على اكمل الواجه. لحينها اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.